وطلع ان ده حمام حمام يا خبر وفيه انواع كمان جاكوزي ماكوزي ستاكوزي كل الانواع يا صاحبي بعد ما شفنا يويا الاسطوري وانه خلاص صار احلى واقوى بمليون مرة من شكل قديم برميل الطرشي لا وانتقل العالم السحر الجديد واللي متصل ببيته وعالمه الاصلي وقابل الاميرا ليكسيا واللي قال ايه عايزة تتجوز صاحبنا ليش عشان هاسين مش عارفة ان يويا اصلا كان برميل مبارما لابل كده المهم يويا بوافع على الذهاب معهم للمملكة كدعو من الملك يعني وبعد ايه بيرجع للمدرسة بتاعته والدنيا كانت زي العسل بس فجأة في مجموعة من الشباب دخلوا للمدرسة بالموتسيكلاد بتاعتهم وكسروا الدنيا حرفيا يويا الشجاع المقدام قاهري الهكسوسي السبعة تدخل ودمرهم بالكامل والكل فرح على الاخر والوضع كان اخر سعادة يا سلام فيترى الا يحصل يا صاحبي ولو ليسا مشولش الاقزائي اللي فادة تقدر شوه من علامة الاي لفو او الكومنتي تحت ويلا كده خلينا انطلق لاتس كو المهم عشان تنضم لينا والصحابة ما تنساش بقى تشترك وتفعل زر الجرس ويلا كده خلينا انطلق في حكاية اليوم حكاية من اجمل رواية لاتس كو يقرر الرجوع للعالم السحري من جديد عشان الاميرة اكيد لا يعني اكيد عشان يزرع طماطم بتنجان صاحبنا بدأ يتحول لسمب احذروا اخواني في الله المهم قبل ما يدخل افتكر كلام اين وانه اصلا عايش في غابة متوحشة غابة الغيلان والوحوش وصح ان يويا فشخ عالد كبير منهم الا ان لو في قطيع ضخمة منهم هيدمروا يويا بالبيت بالمملكة بكل حاجة يويا خاف خالص ربنا يسترعه وخلاص بس زي الناس كو وقده عاشوا اصلا في المكان ده اكيد في حاجة حصلت ولكن دخل العالم وسلم امره لله وبدأ يقاتل وحوش السحرية ويخلص عليهم واحد ورد تاني لحد ما زهق وقرر انه يمشي خلاص لانه وحوش ضعيفة خالص يعني واوين ده طلع نصاب لان دي لغابة وحوش قوية ولا نيلة فقرر ان يرجع البيت ياكل طماطم وخيار يريح بقى بس فجأة سمع صوت صراخ عالي قرب من المكان وطلع ان فيه اورك لا زعيم الاورك ذات نفسه مع امر زبة ضخمة وبيفشخ في كلب فس فس والكلب بحاول يرد عليه قال لا وبقويته السحرية بس مش قادر حتى والاورك شغل فعص وعجن فيه يمين شمال يويا شف المنظر وقرر التدخل ولكن اول ما فتح الحالة بتاعته اترحب ايش هذا عشرين الف قويته عشرين الف لا ودي ضربة بس واحدة يا ساتر كل ده عنده وهو متخفي يعني جبان بقى تعملي جسمه قوي فحت بس مخه لسه برميل طرشي فقرر انه يهرب من المكان وبيقول الكلب ربنا معاك ايها الجرو هي دي الطبيعة الطبيعة قاسية يا صاحبي يبني اتدخل اعمل اي حاجة بس فجأة افتكر كلام جده ازاي تصيب الضعيف كده لازم تتدخل وسبحان الله الشجاعة نزلت عليه زي الوحي وفتح صندوق الادوات السحرية واستدعى رمحه وسيف السحري وظهر للوحش يلا يلا وريني قوتك انت قوي ولا لا وهاجب عليه ورمى الرمح بتاعه بكل قوة وانطلق انا اخلص عليك بس فجأة الوحش تلاشى من الاساس جمع دل هو ازاي يعني وطلع ان الرمح بتاعه اقوى بكتير مما توقع بس ليه هو الناسك كان قوي للدرجات ولا ايه وافتكر ان اول غول قتلوا لما ضربوا بالرمح مات على طول من ضربة واحدة رغم ان ليفل الغول كان عالي موت زي ليفل الاركدة ليفل اكتر من 20 الف بس فجأة الكلب بيحاول يهجم على يويا فكروا عدو يويا خاف بص ايوها المتوحش الفسفس انا هديك شي اخضر وامشي ها شي اخضر الكلب بيحاول يهجم ولكن اغم عليه في الاخر يويا بنحاول بسرعة وبيعالج بقوة السحرية والكلب فاء اخيرا وبيلعب معاه شوية بس يويا بيسأله وإن اللي حصل ليك وليه الارك العملاق ده كان بيقاتلك من الاساس بس الكلب بيبص عليه بحزن اه يا المأساة يويا بيقول له عتكون غفلت الارك ده وحاولت ازيه الكلب بيقول له لا يا حم ازيه ايه انت بشايف حجمه وحجم الفسفس يبقى اكيد انت تايع عن اهلك وفعلا الكلب بيقول له ايوه وهو زعلان على الاخر بس يقول له لا تقلق لا تقلق ايوه الجر والمحظم هأكلك وشربك وهاشتكك لا وكمان هاخدك معايا البيت الكلب فرح فعلا ايوه ولازم نسميك باسمي كمان وبما اني لونك يسود هسميك ليل شوف ابو راس مربع بيتنمر على الكلب ونسي نفسه يبدو كنت برميل طرش من اسبعين الشهرة بتغير يا صاحبي المهم بيقرر فعلا انه يسميه ليل او نايت وبريجي على البيت معه وعد يحسب كل حاجة اخدها من الارض لحمه وادواته ها ايه ده وقال ايمي استغرب اني ده مش طياني وطلع اني ده مش طيس حري ومش عارف يستخدمه ازاي بس الكلب بقول له يصطى ما تجربه عليها وفعلا يويا بيسرح للكلب شعراته يا سلام تخيل كده حد يسرح لك يا صاحبي حياتنا مأسا والله المهم بيفتع الحالة بتاعته وانصدم لان الليفل بتاعه مزدش من الاساس ودي حاجة غريبة رغم انه قتل قوي جدا ودمره المفروض يزيد خالص بس بيقول ليل شكلي مش شفهم اي حاجة من العالم السحري ده وقرر انه يرجع للبيت مع الكلب يعني واخد شنطته وراح للمدرسة بس بيقول ليل اياك ها اياك تخرب حارف البيت خلي بقلك منه وبالفعل بيروح للمدرسة بس بيقول ليلة صحابه انه جاب كلبه وشكله لطيف ومش عارفه رغم بقول له يعني سرقته يعني او لا بقول له لا يا عام لا اشتريته ازاي اشتريته اصلا ومافيش اي محيل كلاب قريب من المدينة يوية بتوتر اه اون لاين اون لاين يعني اكيد اشتريته اون لاين كايد انجنت اول ما سمعت كلب ها جرو صغير ولطيف كمان طيب لونه ايه اصفر احمر اخضر ولا بنفس دي يوية انحرج على الاخر ري بقول لها بعيد شوية بعصير الطماطم اللي في وشك ده وهي بتنحرج برضو وبترجع على ورا بس ري بقول لهم لازم اجيب حاجة للكلب اكل يعني ادلع وكده يعني بس معقول ما فيش اي محل مستلزمات للحيوانات في المنطقة دي ري بقوله لا يا عم موجود موجود يا صاحبي وجنب المدرسة كمان بس للأسف انا مش فاضي يعني وراي مشوار اخص كده هروح لوحدي يعني فجأة كده بيقول له لا لا انا ممكن اجي معاك بس لازم تترجعني شوية هرمونات وبالفعل بيوافع على طلبها وبتيجي معاه وراحوا للمتجر واشتروا كل حاربة اكلوا والشرب وحتى سوار للكلب واخيرا يويا رجع للبيت ويمسع على نايت بقول له زبطك اليوم اكلوا فراخ وعصير لا وكمان جاب سوار ليك عشان نفسحك الكلب داعش حياة احسن مننا والله المن بينطلقوا للتنزو على اجواء الغروب ومش عارفة والكل مصدوم من جمال الكلب ويويا كمان ويويا مش واخد باله وقال خلاص تكبر يا صاحبي تكبر علينا وعلى الخلق حتى في عجوز بيقول له سلامه عليكم بس يويا بتجاهله تماما وبيمشي خلاص يا صاحبي خلاص طلعوا مننا بنسمع ان الفلوس بتغير التيوس اه قصد النفوس بس داع جماله غيره فجأة بيقابل مين صحابه ريو لا طبعا بيقابل كوري كاتب بيرحب بيها بس بتقوله انها كانت تتمشى هنا بالغلط عشان الكاتب قالها كده يويا بيرحب بيها وبيتكلمه على ليل او نايت عن كلب الفسفس هو فرحان على الاخر طبعا يا صاحبي ماك اللحمة وبيتفسح والدنيا خربانة معاه كوري بتقرب منه وبتلعب معاه شوية ونسمع ذهولة من جمال المنظر يا سلام يويا قمبلت الجمال وكوري والكلب اللطيف ده فجأة واحدة بتقوله هو ده انت انت يويا وطلعت دي ميو ميو ايوة فاكرين عريضة الازياء اللي كانت مع يويا ومثل معها وصور في كم مشهد هي دي بقولها ايه ده انت بتتمشى هنا برضو بتقوله لا 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 انا سكنة قريب من هنا امروحها البيت يعني بقولها زي العسل وانا كنت بتفسح مع الكلب الفسفس ده وبيعرف على كوي وانهم من نفس المدرسة وكده يعني ميو بترحب بيها بس يفجأ الجماهير كلهم منصدموا عرفوا ان دي ميو المشهورة وعايزين تصوروا معاها يويا انا همشي بقى ها عشان المكان زحم على الاخر وانتكمل بقى اللعبة معنايت وبالفعل بتمشي بس يكور بتسأله هي مين دي وازي قبلتها وليه يجب يقولها على الهادي على الهادي هرمونات طفحت في المكان وبيش رح لاقي انه كانت مجرد عرضة ازياء يعني وقبلها بالغلط وتصوروا في كم مشهد كده يعني بس مش اكتر يعني مش حالي غلط يا من الاساس فجأة في عجوز بتسرخ وطلع ان فيه حرام شنط صارق الشنطة بتاعتها وهرب حتى في اليابان عندهم حرامية شنط الله المستعان بس يويا بقرر يتدخل باقوى خطة في التاريخ انت يا ليل طير وراه بسرعة وانا هستناك هنا جبان وبالفعل الكلب طار وراه ويويا مسك كوري ورحوا للعجوز وبيتطمنوا عليها انت كويسة وبتاع وفي الاخر طلعا ما فيش اي ضرر عليها ولكن الصدمة نايت كان مسك المجرم وشد جدو زي شوال الرز وهم استغرب ازاي كلب فسفس يعمل فيها كده يويا بقول لها كوري بسرعة تصل بالشرطة المجرم تحصى بقامل شرطة انا هاوريكو وقطع اللباس ومسك سكينة لا وهدم على كوري يويا تدخل بسرعة وفشقه كتفه بحركة الكونج فو يا سلام عليك يا يويا والشرطة اخيرا وصلت للمكان يويا بقرر رجوع للعالم السحري مع نايت والمرة دي هينظفوا ام الغابة بالكامل من الوحوش يعني بالفعل هدم على الوحوش السحرية ودمروهم واحد وراء الثاني ونايت ده كان مسعور مسعور يا صاحبي بيدمر اي حاجة قدامه لحد ما ظهر زعيم الأورك يويا بقوله خلي بالك بس نايت انطلق بسرعة مجنون عليه والأورك بيحاول يقاوم يضربه بس مش عايز يموت لحد ما نايت عضو في صدره وخلص عليه يا خبر كل دي قوة ويويا افتكر ان نايت اصلا قوته 500 ليفلو 500 يا ساتر يويا زات نفسه اصلا ليفلو اقل من 250 بس بقرر انهم يكملوا استكشاف لحد ما يويا شاف وحش غريب قدامه غزال وليه قرون غريبة احمر وازرق بيبص كده وانصدم ده قوي فاحت ازاي هنواجهه بس فجأة ترعب اتجمد من الرعب يا صاحبي الغزال عرف مكانه بس ده ازاي اساسا انا بيستخدم سحر الاختفاء بس ما فيش اي مغرب دلوقتي لازم اواجه وبيطلع سلاحه بيومر نايت بالهجوم ولكن الوحش ده طلع قوي موت يا صاحبي صدر بيت نايت بسهولة بقرنه لا وبيفعل سحر النيران وبيحرق المكان يويا حس ان الوحش ده خطر ومس سهل انهم يقتلوه بس يقتلو فكرة رهيبة بيومر نايت انه يعطلو شوية وبالفعل بيعمل كده بس الغزال بيستخدم من القرن التاني وبيفعل سحر المياه شلال يا صاحبي خرق المكان يويا تفايد الضربة بصعوبة ولكن الغزال مش ببطل شغال تدمير في الغابة يمين شمال بسحر النيران من القرن الاحمر وسحر المياه من القرن الازرق ويويا ونايت مش بترجعه نهائي لحد ما نايت قدر يغفر الغزال في القرن بتاعه ويويا خلص عليه بضربة واحدة يا سلام يا التعاون الاسطوري وطبعا اي وحش بيموت قدامهم بيرزل مكانه ادوات سحرية يعني هو بيلاحظ ان فيه صندوق سحري غريب كده قدامه بيمسكه وطلع ان ده حمام حمام يا خبر وفيه انواع كمان جاكوزي ماكوزي ستاكوزي كل الانواع يا صاحبي وبالفعل بيختار واحد وغبه ده بالكيك حمام ناري قدامه بس لا لا بلاش نستحمى هنا لأورك يهجب علينا ولا حاجة فبيقرروا ديوه على البيت بس ثواني هل فعل الليفل بتاعنا زاد ولا لا والصدمة الليفلو زاد عشرة بس عشرة يالله الحمد لله احسن من بلاش وكمان الليفل نايت زاد برضو بيرجعوا للبيت واحلى حمام ساخن يا صاحبي مولع نار لا ونايت كان فرحان على اخر بيستقن يا اسبايا صاحبي ويدني اخر حلاوة تاني يوم بيكملوا قتال ضد الوحوش ولكن المرة دي في وحش مدور وعليه اشواك كمان مش عارفين يعملوا اي حادة ولا حتى يجرحوه شغال لفه دوران عمل زي اصحابي كده بيلفه بدوره المهم نرجع للقتال ولكن الوحش ده جرح يويا مرة واحدة لا وفي وشه يا خبر بيصرخ وش الجميل اغلى ما املك او تاني اغلى ما املك راح بلاش كده بس بتملك نفسه لحد ما نايت تدخل وفعص الوحش في صخرة واشواك وغرز الجوه يويا استغل الفرصة وخلص عليه لكن المفاجأة في بوابة غريبة بتتفتح قدامهم ونايت ويويا دخلوها بس نايت كان فرحا زياد عن اللزوم وانطلق قبل يويا لحد ما وصلوا لقوضة شكلها ملعونة بس فجأة يويا انصدم هايك العظمي يا لاوي هو ايه ده ونايت بيشاور على كتاب كده يويا بيبص عليه وطلع ان الكتاب ده اسمه الناسك فتحوا واتجمد من الصدمة ده يغير كل حاجة يا خبر هو ايه الكتاب ده هو ايه القصة الناسك أساسا اولت صوتي لاين يا صاحبي شوف كده اسمعلي بس ارايك يا صاحبي ارايك بس دلوقتي الزكاء الاصطناعي حرفين كسر العالم تقدر تتكلم باي شخصية انمي انت عايزها سواء كانت في ميل اللي يا بنت او حتى ميل ماشي اهو شخصية مسلا ميل او ذكر يعني او حتى شخصية في ميل ماشي من الانمي طبعا وده موقع ياباني ياباني من اليابانزة نفسيها فالصراحة حاجة رهيبة انت بس بتقول الكلام اللي انت عايزه وهي تختار الشخصية الانمي اللي انت عايزها وهي طبعا هتقول الكلام اللي انت عايزه في اماس دي يعني من الاخر كده تستخدم عشان تعمل خدع في صحابك في عيلتك هكذا يعني ترسله بقى على الفيس على الواتساب اي حاجة ماشي او حتى تجرب شخصيات الانمي موجودة على الموقع الصراحة الموقع رهيب ويستحق هتلاقي لينك الموقع والبرنامج موجود في اول كومنت تحت يبقى حمله كده وجربه الصراحة يستحق بنسبة مية في المية شوف كده يا صاحبي شوف بس تدي شوية امثلة كده من الحاجات اللي انا عملتها مالحوظة بسيطة يا صاحبي عشان تستخدم البرنامج كويس واشتغل معك لازم تحول اللغة من انجليزية لا يابانية وتحطها في البرنامج بالسهولة من اي موقع بتاعترجمة واسب لك اللينك برض موقع بتاعترجمة وتطبيق موجود في اول كومنت سواء كان موبايل او حتى على الكمبيوتر ماشي تكتب الكلام اللي انت عايزه بالانجليزي وبعد كده طبعا يتحول لك على طول بالياباني وبس ودخل على طول في البرنامج وضغط على play بعد ما تختار طبعا الكاركتر او الشخصية اللي انت عايزها من الانيمي واستمتع صاحبي وبس كده يا صاحبي ده كان جزء الخامس من السحر السمين فهي عايزين نتكمل ولا لا قلونا تحت في الكومنتات وطبعا ما تنساش تنساش نتعب الهدية الرهيبة اللي سبتها لك في اخر الفيديو ويلا نشوفك على خير في الفيديوهات الجاية بيس واتمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة